أهلاً وسهلاً بكم في نشرة فنية جديدة مع مونة خالد النهاردة مش معي أخبار كتير قوي صحيح لكن الأخبار اللي موجودة ممكن تزعل ناس كتير ويلا بينا نبدأ على طول أول خبر هبتدي فيه هو أن مستشار تركي آل الشيخ أعلن أن فنان العرب محمد عبدو هيتعمله سيرة ذاتية وثائقية بتحكي عن قصة حياته والوثائقي ده المفروض هيكون 39 حلقة ومكوهم من 3 أجزاء يعني كل جزء 13 حلقة 13 صح؟ أنا مش شطر أبداً في المال مفاجأة يا فوزي مفاجأة مفاجأة فوزي مفاجأة مفاجأة قلت لكم قبل كده أنا تواصلت مع أسرة عبدالحليم حفظ وأنهم قالوا لي أن البيت مش هيتفتح تاني للجمهور يوم 30 مارس كالعادة وده بعد البيت ما تقفل من سنة 2019 لأسباب مختلفة بس في مفاجأة غير متوقعة إطلاقاً البيت هيتفتح قريب للجمهور أسرة عبدالحليم حفظ أعلنوا أن البيت هيتفتح للجمهور من مصر وكل الدول العربية يوم السبت 14 ديسمبر من 12 الدهر لستة بالليل مش عارفة ليه ممكن يكونوا اختاروا يوم 14 ديسمبر تحديداً لأنه مش ذكرى ميلاده ومش ذكرى وفاته بس مش مشكلة فرسالة لكل الناس اللي كانوا بيسألوني أنهم عايزين يروحوا بيت عبدالحليم حفظ تقدروا تروحوا اليوم ده طبعاً لسه كان يوم علامة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يخلص فإحنا مستمرين في جدالات المهرجان أول حاجة هنتكلم عليها أن الفنان شريف سلامة حضر العرض الخاص لأول حلقتين من المسلسل اللي بيشارك فيه موعد مع الماضي وما كانتش معاه داليا مصطفى فكده خلص إحنا ما شفناهمش مع بعض في الجونة وداليا كانت لوحدها شريف في المهرجان لوحده في العرض الخاص للمسلسل اللي هو مشارك فيه فهي كده واضحت وطبعاً كان فيه جدل كبير يتكلمنا عنه الفيديو اللي فات عن النجوم اللي ما حضروش افتتاحية مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وراحوا حفل إلي صعب في السعودية الفكرة بقى يا جماعة أنه حصلت حاجة تانية قلبت الناس عليهم أكتر اللي حصل أن الفنانة يسرى عزمت بعض النجوم بعد ختام يوم من فعليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عندها في البيت على العشاء بس الناس اضايقت من التصرف ده أولاً لأن يسرى ما حضرتش ولا يوم في المهرجان بلس أن فيه بعض النجوم اللي عزمتهم في البيت هحط لكم الصور دلوقتي هما ما حضروش ولا يوم في المهرجان برضو فالناس ما كانتش مستوعبة هل يسرى بتعمل كده؟ ده الكلام اللي بيتقال هل يسرى بتعمل كده علشان تسكت الناس مثلاً والناس ما تبقاش ناقمة عليها أن هي عاملة التصرف ده طيب هي ليه ما حضرتش ولا يوم من أيام المهرجان على عكس مهرجان الجونة هل نجيب سويرس عشان هو صديقها؟ فهي بتجامل نجيب سويرس لكن مهرجان بلدها لا؟ يعني فيه كلام كتير قوي على الفنانة يسرى فيه ناس كتير زعلانين منها أنا بقول لكم الكلام اللي بيتقال وناس كتير زعلانين من النجوم اللي حضروا الحفلة في بيتها وما بيروحوش المهرجان كمان ولكن بقى شوفوا رغم غياب بعض النجوم اللي هم عددهم مش كبير عن المهرجان إلا أن دي أكتر دورة المهرجان القاهرة استنمائي الدولي يحضر فيها نجوم تانين ما كانوش بيجوا قبل كده كتير هوريكم صور ليهم دلوقتي بس تواجدوا في أغلب الأفلام أغلب الفعاليات الندوات النقاشات اللقاءات تحسنهم فعلاً رايحين مهتمين جداً يلا نشوف الصور بدعتهم دا غير بقى الفنان أحمد الفشاوي اللي ظهر مع واحدة ما نعرفش هي مين يقال صاحبته يقال زوجته الجديدة الحقيقة احنا مش عارفين ولكن اللي داي الجمهور من مظهر أحمد الفشاوي هو اللي هتشوفوه دلوقتي الحلق اللي كان لابسه الناس بقى فضل تتكلمه هو أنت كل ما هتظهر هتظهر لنا بالشكل دا هو أنت كل ما هتظهر هتعمل ترند وتقلب الدنيا هو أنت كل ما هتظهر هتبقى بحاجة مش عارف إيه أنا قلت لكم قبل كده أحمد الفشاوي بيعمل غلطات كبيرة مع ذلك بلاقي نفسي كل شوية بدعيله بالهداية اللي هو أنا آه أكيد متضايقة من تصرفاته بس في نفس الوقت ما عرفش ليه دايما فيه حتة جوايا تدعيله بالهداية وأنه يرجع أحمد الفشاوي بتاع زمان سواء في حياته الشخصية أو في الفن عموما بعد وفاة شقيقة الفنان حسين فهمي حسين فهمي مين بعد وفاة شقيقة الفنان حسين الجاسمي شقيقته ليه هو أخوه نهر يسوي دي الخبر دا بعد وفاة شقيقة الفنان حسين الجاسمي كتب على تويتر تويتا حزينة جدا بيتكلم فيها عن مشاعره وبيسترجع زكرياته معاه ربنا يرحمه ويصبره يا رب الفنان الشاب أحمد عبدالوهاب اللي أنا بحب تمثيله جدا ومتوقع أنه هو هيكون واحد من أكبر النجوم في مصر والوطن العربي إن شاء الله هيشارك في رمضان مع الفنان أكرم حسني في مسلسل الكابتن أحمد عبدالوهاب شارك في مسلسل ألف حمد الله على السلامة مع يسره شارك في مسلسل الحشاشين بدور يحيى ابن المؤذن شارك في عدة أعمال في أشغال شقة مسلسل أشغال شقة كان هو كان بيجيب لمهتاب الفولورز في المسلسل لو اتفرجته على المسلسل أحمد تلقائي وتمثيله جميل جدا وبحب كل الأدوار اللي عملها ومتفق لها بالدور اللي جاي إن شاء الله معتلكش طويلة خاصة؟ أحنا أسفين أسفين إيه؟ ودعا دي وبما أننا تكلمنا عن مسلسل أشغال شقة فخلوني أقولكم أنهم بدأوا تصوير الجزء الثاني من المسلسل واللي هتعرض رمضان الجاي تم الانتهاء من تصوير فيلم الدشاش بطولة محمد سعد وزينا والعرض قريب في السينمات أتمنى من كل قلبي أنه يكون مختلف عن الليمبي وعوكل واللي بالي بالك وكل الشخصيات اللي بيعملها محمد سعد عشان هو بجد فنان كبير وده ظهر في دوره وفي فيلم الكنز اللي كان مختلف كان بيتكلم طبيعي مش زي باقي أفلامه أتمنى ما يكونش بنفس النوعية القديمة ويعمل دور مختلف يبين فعلا إمكانياته 18 نوفمبر هو يوم عيد ميلاد أحد أشهر السنائيات في الفن العربي مونة زاكي وأحمد حلمي هما الاتنين مولودين يوم 18 نوفمبر دي صدفة غريبة جدا مونة زاكي وأحمد حلمي رغم أن هما متجاوزين من زمان ونجوم كبار إلا أنهم ما شاركوش مع بعض كتير في أعمال فنية أول حاجة شاركوا فيها مع بعض كان فيلم عمر 2000 بعد كده شاركوا مع بعض فيلم ليه خلتني أحبك ثم صهر الليالي ومن وقتها لدلوقتي بيبضلوا يقولوا أنهم هيشتغلوا مع بعض بس لسه ما شفناش حاجة كل سنة وانتوا طيبين وربنا يخليكم لبعض بعد ما شاركت نانسي عجرم في حفل مصمم الأزياء إلي صعب في السعودية غنت أغنياتها حسابيك بصوا بقى إيه اللي حصل على أغنية حسابيك بعد الحفل مشاهدات الأغنية زادت وفي ناس كتير كاتبين في الكومنتز أن هما جايين من حفل إلي صعب هل نانسي عجرم كانت بالزكاء ده أن هي تختار أغنية قديمة علشان ترجعها تاني للنور ولا دي كانت مجرد صدفة دلوقتي أكلمكم عن مشهد استفزني جدا في مسلسل وطر حساس مسلسل وطر حساس بيتكلم عن سلمة اللي تجوزت جوز بنت خلتها كاميليا بسبب أن كاميليا كانت عاملة مشاكل كبيرة قوي في حياة سلمة قبل كده وتسببت في موت جوزها ويعني أزيتها فسلمة اتجوزت جوز كاميليا علشان تأذيها ما علينا من القصة دي كلها دلوقتي كاميليا وسلمة بيتواجهوا في المشهد اللي قدامها رداراتكم ده وعرفت أنها متجوزة جوزها أنا قلت هتجيبها من شعرها هتضربها بالألم هنسمع صوت ترقاعة الألم تخرم ودننا كلنا بس الحقيقة أنه ولا حاجة من الكلام ده حصلت بالعكس حصل مشهد عبثي صعب جدا مش قادرة تخيل أنهم عملوه أساسا يعني الكاتب كان دماغه فين هو بيكتب المشهد ده المشهد ده شوفوا كل الانتقادات للمسلسل في كون أنا بقى بالنسبالي المشهد ده في كون تاني ما حصلش ولا حاجة من الكلام اللي أنا قلته ده إطلاقا هم آقلوا لبعض كلمتين راموا لبعض كلمتين خناقات كده عاديين تماما ممكن نقولهم لو واحدة سرق مني حاجة مش خطفة مني جوزي الغريب بقى أن سلمة لما كاميليا بتدت تعيط قامت قاعدة تقولها لا ما تعيطيش هي متجوزة جوزها وقفت تقولها لا ما تعيطيش أنت أجمد من كده أنت أقوى من كده وكاميليا تسمع كلامها وتمسح دموعها واتفقوا أنهم ينزلوا الفرح بتاع أخو دي وأختي دي هيتجوزوا تحت ففيه فرح شغال فهم الاثنين اتفقوا أنهم ينزلوا لا وقعدوا يرقصوا مع بعض المشهد اللي بعده كانوا بيرقصوا مع بعض ما عنديش مشكلة أنهم يمشوا الفرح لو حد هيرد دلوقتي يقول لي أصلهم عايزين يمشوا الفرح وما يبوزوش أختها وأخوها ما عنديش مشكلة بس المشهد ما يبقاش كده ما ينفعش أنهم عشان يمشوا الفرح تقفت وقول لها نسح دموعك ويكون باين أو إن كاميليا صعبان عليها طب إيه لها بلدة يعني وقت ما الناس انتقدت أنهم عاملين بوتوكس وفيلر في المسلسل أنا قلت رأي أنه يا جماعة هم أصلا في المسلسل أيمين بدور ده كاترة تجميل وبيجيبوهم وهم بيعملوا بوتوكس وفيلر في المسلسل فده ممكن يكون نستحمله ونعديه علشان هم في المسلسل كده أصلا وأنا عايز أقول لكم على حاجة أنا حضرت إيفنت قريب بس الإيفنت ده كان معمول ده كاترة الجلدية وده كاترة التجميل في مصر أقسم بالله أنا رجعت وقلت البابايا ومامتي هم بيتفرجوا عليها وشايفين دلوقتي أنا حاسة أن أنا مفيش حد شفته ومش عامل الحاجات دي كل الناس اللي كانت في الإيفنت ده كاترة التجميل وده كاترة الجلدية عاملين حاجات بوتوكس وفيلر في وشهم فده بيحصل يا جماعة للده كاترة والمسلسل هم من فئة إيجبت مش من فئة مصر وطبعا الفئة دي أغلبهم بيكونوا عاملين الكلام ده فأنا ما عنديش مشكلة أن ده يكون حصل في المسلسل على اعتبار أن هم في المسلسل من إيجبت وكمان ده كاترة التجميل لكن عندي مشكلة في الكتابة للمسلسل والمشهد ده يعني إيه المشهد ده ده بوز حاجات كتير قوي أنا كان عندي شوية تقبل للمسلسل ومشهد ده منزله بستة درجات مثلا هنا مش بتكلم عن أداءهم قد ما أنا بتكلم عن أن ده اللي مكتوب لهم هم هيعملوا إيه ده اللي مكتوب إزاي حلقة زي دي ومشهد زي ده يتكتب بالعبس ده كتبت الرأي ده على الفيسبوك بصراحة لقيت في ناس بتؤيد المشهد وأن ده طبيعي أنا مش عارفة إزاي لو أنتم مش متابعيني على الفيسبوك تابعوني هناك لو سمحتوا عشان البوستس بكتبها هناك مش كل حاجة بعرف أقولها في الفيديو على طول فوقتها في بوستس بكتبها هناك بس برضو يعني أنا عايزة أفهم أنتوا رأيكم إيه الناس اللي تفرجت على المسلسل رأيكم إيه في المشهد ده وبما أننا بنتكلم عن البوتوكس والفيلر فما ينفعش ما تكلمش أن صارة سلامة فضلت أنها ترد على الجمهور بالصور دي وتأكد أن ملامحها طبيعية جدا بعد الانتقادات اللي اتعرضت لها في المشهد ده من مسلسل نقطة سودة إطار إيه رأيكم في الصور في بعض الناس علقت على الصور بأن الفرق ما فيش أي فرق زيره فرق بين الصور اللي فوق والصورة اللي في المشهد في ناس تانية شافوا أنه طب ما أنت طبيعية هو أمه اللي كان حصل في المشهد ده عزيز مرأة وأسماء أبو اليزيد دي آخر حاجة كنت أتوقعها ابننا الفنان عزيز مرأة أيوة ابننا آي نعم هو أردني بس إحنا بنعتبره ابننا برضو بيجي مصر ينزل يغني وسط الناس كده في الشارع في قلب القاهرة في الكربة في الأماكن بتاعتنا دي لا بقى واحد مننا خلاص وفي مفاجأة غير متوقعة خالص عزيز مرأة عامل أغنية جديدة اسمها متيجي سكة ومع مين بقى؟ أسماء أبو اليزيد يا جماعة أغنية رومانسية وعزيز وأسماء تفتكروا هتبقى عاملة إزاي؟ تحفة طبعا تخيلوا مصورين الأغنية فين؟ في الكربة وسط الناس في الشارع أنا حبيتها جدا بصراحة حلوين قوي مع بعض والأغنية تجنن حي الفنان عزيز مرأة على اختيار المكان أقولولي بقى أنتوا سمعتوا الأغنية ولا لسه؟ لقد كانت نشرة سريعة لأهم الأخبار اللي حصلت اليومين اللي فاتوا ولو حد عوزني أتكلم عن حاجة معينة أقولولي في القمز باي باي